بودكاست نجم الرابعة بنت الدار بلقيس أهلا بيكي على المجاز النهاردة يوم مميز وحفلة مميزة عيد الاتحاد تقول لي الجمهور المجاز وجمهور الإمارات كلها طبعا أهنيهم بحلول العام الواحد وخمسين لدولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة سعيدة جدا أيضا بوجود اليوم في مدينة الشارقة وتحديدا على مسرح المجاز مش أول مشاركة لي وطبعا يعني هذه المناسبة خاصة على قلبي وعلى قلب كل مواطن ومقيم في الدولة ويا رب أن الحفلة تعجب الناس الحاضرين وحتى الناس المتابعين لنا عبر وسائل طيب خلينا نقول مصرح المجاز هيجمعك بفنانة كبيرة زي لطيفة أول مرة أنتم الاثنين مع بعض على مصرح واحد صحيح وطبعا أنا أتشرف يمكن رحلتها ووصولها للدولة البروفات اللي عملتها والساوندشيك اللي عملته على المصرح وقتها ما تواءم مع وقتي بس إن شاء الله نحن نلتقي في الكواليس أحبها كثير وهي فنانة كبيرة طيب خلينا نتكلم على أغنية كاس العالم خلصت وتمام بتشجع مين أصلا أنت بتشجع مين في كاس العالم وليك في الكرة ولا لا لا مليش في الكرة كتير بس في الأول أنا قلت أنا بشجع أي فريق عربي في يعني إن شاء الله يا رب أننا نفرح بفوز عربي إن شاء الله طيب آخر سؤال أغنيتك الأخيرة قصة كبيرة ويعني حاجة بتلمس قلوب ناس كتير أو يكلمين عن كواليس الأغنية أمام رأيتي يعني هي أغنية بتعالج قضية اجتماعية مهمة اللي هي الانسيكوريتيز اللي الناس كلنا عندنا انسيكوريتيز بتعالج مشكلة التنمر في المدارس طبعا أكيد يمكن حتى برضو الموضوع هذا تاكلت كثير في السوشال ميديا بس ما شفنا مصور في عمل فني اشتغلنا عليه يمكن أكثر من سنة أنا والمخرج دان حداد كان في عندنا منحة مختلف تماما بعد شوي جا قال لي أنا شايف فكرة أخرى وعملناها تصورت على مدى يومين تقريبا وشفتوها بالشكل اللي حصل يعني أنا عن نفسي مقتنعة جدا وسعيدة جدا بالأصداء تبع العمل وأغنية كلاسيكية حتعيش وتاخذ وقتها بعديها الجديد إحنا الوقت إحنا فلدد حفلات يعني ما شاء الله تبارك الله لحد بداية العام الجديد يعني في مجموعة حفلات كبيرة حصلة في الفترة هذه ومن بعدها إن شاء الله على طول حرقع خلصنا إحنا كذا خلصنا ألبوم حالة جديدة انتهى ما فيش ألبوم جديد في 2023 عشان تكون عارف بس هيبقى في أعمال فنية جديدة بودكاست نجم الرابعة